وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السائل كريم فاضل يسأل يقول ما هي كيفية صلاة التوبة هل هي ركعتان أو لها دعاء محدد يقال فيها الحمد لله الذي شرع لعباده أبواب الخير وأبواب البر والحمد لله الذي يسر لهذه الأمة إذا أذنبت أن تتوب من ذنوبها وأن تنخلع وكانت الأم قبل أمة الإسلام التوبة فيهم بقتل النفس كما أخبر ربنا تبارك وتعالى عن بني إسرائيل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فالحمد لله الذي جعل لهذه الأمة أن توبتها هي أن تعترف بالذنب وأن تندم عليه وأن تعزم أن لا تعود إليه وأن إذا كانت الذنوب في حقوق الناس أن ترجع إليهم وأن يكثر من الأعمال من الأعمال الصالحات والله عز وجل ندب الأمة وجوبا إلى التوبة والانخلع من الذنوب فقال ربنا تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال ربنا تبارك وتعالى إلا من تاب وآمنه إلا من تاب وآمنه وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم ولذلك أتت الآيات في فضل التوبة كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى ولذلك قال ربنا عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تعطوا إنه بما تعملون بصير وقال ربنا تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلة وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال ربنا تبارك وتعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله إلى الله ما تابه إلى غير ذلك من الآيات في وجوب التوبة وفي فضل التوبة هذا من حيث الكلام على التوبة والأحاديث في فضل التوبة أحاديث عظيم أما بالنسبة لمشروعية صلاة التوبة فقد جاء الحديث عن أبي بكر عند أبي داود صح العلامة الألباني وعلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهورة إذن أول شيء أنه يحسن الوضو يسباغ الوضوء على المكاره فيبدأ بغسل يديه ثلاثا والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل اليدين إلى المرفقين مع الكف ثلاثا اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ثم بعد ذلك يمسح رأسه مرة واحدة وأذنيه ثم بعد ذلك يغسل رجليه ثلاثا اليمين ثلاثا واليسرى والشمال ثلاثا ثم يدعو بالدعاء الذي هو في ختام في ختام الوضو أشهد لا إلهي أشهد شريك لك أشهد محمد العبد والرسول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فأكذا يكون أسبع الوضو وأحسنه ثم يقوم فيصلي ركعتين وهتان ركعتين من غير الفريضة في أي وقت من الأوقات حتى وإن كان وقتناه لأنها من ذواتي من ذوات الأسباب ولا تصلى جماعة بل يصليها وحده منفردة ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله إلا غفر الله له يعني سواء أنه يستغفر الله بعد الصلاة أو يستغفر الله في صلب الصلاة فلا حرج في ذلك إن شاء الله عز وجل ثم تلاقوا له والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموا وجاء أيضا عند اليوم أحمد في المسنة عن أبي الدرداء قال سمعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من توضى فأحسنه وضوءه ثم قام فصل ركعتين أو أربعا شكر أحد الرواه يعني ممكن يصليها ركعتين أو يصليها أربعا منفصلة ركعتين ركعتين ولكن الوالد إن شاء الله أنه يصليها ركعتين فقط يحسن فيهما الذكر والخشوع يعني يحسن فيها ذكر الله من حيث التلاوة الفاتحة وسورة أو آية ولا يوجد آيات معينة تقرأ في هذه الصلاة لا توجد آيات معينة تقرأ في هذه الصلاة يعني مثلا مهم مثل سنة المغرب نقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون الثانية الفاتحة وقوله والله أحد ليس مثلا مثل الوتر نقرأ في الأولى بالفاتحة والأعلى والثانية الفاتحة والكافرون والثالثة الفاتحة وقوله والله أحد ليس كسنة الطواف مثلا نقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون والثانية الفاتحة وقوله والله أحد ليس كسنة الفجر نقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون والثانية بالفاتحة وقوله والله أحد لا الأمر فيها واسع إن شاء الله عز وجل يحسن فيها الذكر والخشوع ثم يستغفر الله عز وجل غفر له حسنون وصح العلم الألبان في السلسلة الصحيحة طيب هذا هو الذي يتعلق بمثل هذه الأشياء والإنسان عليه أيها الكرام الفضلاء أن يكثر من الأعمال الصالحة أن يكثر من الأعمال الصالحة بعد هذه التوبة النصوح ولذلك ثبت عن كعب بن مالك في مسلم حديث الطويل قالوا إن من توبتي أن خلع من مالي صدقة لله عز وجل فلذلك الإنسان بعدما تاب وصله كما قلنا اعتره بالذنب ندم عليه عزم ألا يعود وصلى الركعتين استحبابا وإن لم يصلها فلا شيء عليه وإن صلى فخير على خير كما قال شعران الشعب بن باز ثم يكثر من الأعمال الصالحة يكثر من الأعمال الصالحة والحمد لله إشترات التوبة تشرع من أي ذنب سواء كان من الكبير أو من من الصغائر أو من الصغائر وسواء كانت التوبة بعد اقتراف المعصي مباشرة أو كانت بعد مضي زمن سواء كانت التوبة يعني مثلا إنسان تاب اليوم مثلا أو تاب قبل سنة وما صلى ركعتها للتوبة وأرد أن يصليها الآن استحبابا ما في حرج ما في حرج يعني لا علاقة أنه لابد الصلاة تكون بعد التوبة مباشرة ما في حرج وكما قلنا تصلى في جميع الأوقات حتى وقت النهي لنا من صلاة وذات الأسباب وأنه يستحب في إنسان يكثر من الأعمال الصالحة وهذا الذي ذكره واختاره العلم واختارته لجنة دائم والشيخ بن عليها السادمين والشيخ بن باز رحمة الله على الجميع ونسى الله أن تب علينا جميعا اللهم ورحم أبي وأخوه عمو ويجمعون المسلمين وحفظوا يتعرى طاعتك خارزوخني برها تم تحول الصوتين في ليلة الجمعة الزهراء الغراء التي يكثر فيها من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويبكر فيها إلى صلاة الجمعة ويستحبوا أيضا فيها سواء كان من مغربي الخميس إلى مغربي الجمعة قراءة سورة الكهف تبع الحل الصوتين في ليلة الجمعة لأحد عشر بقينا من جمال دولي العام الثلاثة واربعمائة ألف من رجل سعدنا عليه الصلاة والسلام واخره دعوانا الحمد لله رب العالمين